دكتور عرفنا أسباب الموارض وتشخيصه عايزين نعرف دلوقتي يعني إيه علاج التخاطب علاج التخاطب على حسب المشكلة اللي فيه يعني مثلا لو هي مشكلة سماعية فلازم الطفل طبعا يتشخصها يلبس السماع المناسبة ليه لو فيه عملية جراحية زي مثلا زراعة كوقعة تبقى طبعا التدخل فيها مبكر التأهيل التخاطبي حاجة مهمة جدا جدا مبكر قيب خلقي في الفك واللسان ويعمل خنف أو كده طبعا ده بيبقى احنا بيبقى دايما بنقول فيه تيم ويرك في الكلمة من كذا تخصف معايا من كذا تخصف بالذات الحاجات الجراحية ممكن حدك توصد انه بيكون فيه تدخل جراحي يعني اه طبعا بيبقى فيه تدخل جراحي وبعدها بيبقى فيه التأهيل التخاطبي البيئة لو انا مثلا شايفة ان الولد ده مش في بيئة تساعده طبعا بحتاج ان انا عود مع الاب والام بتديهم ارشادات اثارية ازاي يتعاملوا مع الطفل ازاي نعلمهم ازاي يعلموا اللغة بنصح بدخول حضانة مبكر وبتابع الطفل يعني انا ساعد بنقول ايه احنا هنساعد الطفل انه هو يكتسب من البيئة بس انا ساعد بعلم البيئة ازاي تبقى ارض خصبة ان الطفل يقدر ياخد منها يكتسب من البيئة نفسها اقليه الاب والام او اخويته ازاي كلمون ازاي يروح الحضانة ازاي يتفع عن اطفال زيه ويبتدي يقلد ده كله وابتدي اتابع الطفل اشوف تطوره هل فعلا الطفل لما تحطف البيئة سليمة الطفل ده خلاص قدر تكاتش مع الاج بتاعه وقدر انه هو يكتسب ولا لا الارشاد الاسري ده حاجة مهمة جدا في التخاطب ده هيكون للاب والام بقى طبعا اه حاجة تقصد ان جزء من العلاج بيبقى منه ان انا بقى مع الاب والام وبقى هفهمه ويتعامله ازاي مع الاب حتى الاطفال اللي بتاخد جلسات تخاطب مش معنى ان هو بياخد جلسة تخاطب ان ما فيش دور للاب والام بالعكس احنا كلنا بنكمل بعض يعني بس هي مراحل في مرحلة بتبقى محتاجة بس الارشاد الاسري ومتبع للطفل مرحلة من ضمن العلاج اه وبعد كده يعني بشوف الطفل وتطور ساعتها بقول مساء اه ممكن ياخد جلسات او لا طفل بياخد جلسات فعلا بياخد جلسات تخاطب مش معنى ان هو بياخد جلسات تخاطب ان هو مفيش دور للاب والام لا بالعكس احنا بنزود وبنتعاون مع بعض عشان نجيب احسن نتيجة ممكنة دي برضو حاجة مهمة جدا تاني حاجة المدرسة المدرسة بتسعيدني جدا 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 انها تساعد الطفل انه يندمج مع زميله يعني بالذات بتشجعه ان الطفل مساء اللغة ده اقل شوية من اللي في سنه فلما بيخش المدرسة ممكن ما بيبقاش اعرف يتفاعل قوي ر submere تشجعه عن طفل